في صفقة يعني ايه؟ صفقة من الصفقات التاريخية ما بين الاهلي والزمالك الزمالك والاهلي النهاردة الزمالك ضم لعبة كانت كبيرة في النادي الاهلي كانت كابتن النادي الاهلي في كرة الطائرة شروق فؤاد رسميا ضم لعبة بعد ما النادي الاهلي كان فسخ التعاقد مع اللعبة في الايام الماضية كان فيه خلاف تعرفين القصة بتاعت شروق كان فيه خلاف بينها وبين الجهاز الفني الموديل الفني للفريل النادي الاهلي كابتن إبراهيم فخر الدين فتم فسخ التعاقد وخلصت الحكاية وبعدكها شروق نزلت كذا بيان ووضحت وزعلت طيب هحكي لك الكواليس كواليس انضمام شروق فؤاد لفريق كرة الطائرة بنادي الزمالك تعالى بالتفصيل كل الكواليس بس يا سيدي أولاً بعد فسخ شروق فؤاد عقدها مع النادي الآلي كانت بترفض تماماً فكرة اللعبة لنادي الزمالك وكانت في طريقها للإعلان عن الاعتزال لكنها تلقت اتصالاً من أحمد فرح الموديل الفني لفريق سيدات طائرة الزمالك الإسبوع الماضي وعرض عليها اللعبة بالقميص الأبيض إلا أن شروق طلبت مهلة للتفكير مدرب الزمالك أكد للعبة أنها ستكون إضافة قوية للفريق الأبيض في الموسم المقبل بعد تعافيها من الإصابة في أوطار اليد كما أن الفريق بحاجة إلى خبرتها كما أن شروق حصلت على دعم كبير من بعض لعبات فريق الزمالك حيث تلقت اتصالات كثيرة لإقناعها باللعب للفريق الأبيض وهما اتفق مع رغبتها في استكمال مشوارها بالملعب حصلت شروق على رأي أسرتها التي ساندت اللعبة في قرارها الذي جاء بمثابة رد اعتبار بحسب أسرتها يعني لللعبة لأزمتها مع إبراهيم فقر الدين الموديل الفني لفريق سيدات طائرة الأهلي الذي اتهمته اللعبة أنه السبب الحقيقي في راحلها وطلب فسخ تعقدها شروق تلقت بعدها اتصالات من نايلة الأحمر عدو مجلس إدارة نادي الزمالك وطم الاتفاق على كل شيء ووقعت شروق للفريق الأبيض لمدة موسم واحد كما أن اللعبة أكدت للمقربين منها أنها تكن كل التأدير واحترام للنادي الأهلي وجميلها ومجلس إدارته أن راحلها جاء فقط بعد طلب الموديل الفني الأهلي استغناء عن خدمتها وبعد المعاملة غير الطيبة التي تلقتها اللعبة على حد كلها من مدرب النادي الأهلي طيب هي على حد قولها قالت أنه ان تعاملت معاملة مش جيدة في النادي الأهلي لما سألنا زي ما بقولك على حد قولها هي مش إحنا خد باقي احنا نجيب من مصادر نفسها نادي الأهلي رأيه مختلفة أنه كانوا عايزينها تكمل وكانوا عايزينها تبقى أكثر التزاماً وأن المدير الفني قال أنها مش ملتزمة من نسبة مية في المية في التدريبات فكانت قرار بحسب النادي الأهلي وعادات النادي الأهلي كان قرار المدير الفني طيب شكراً لكم